بعد أن تكالبت الأحزان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وزادت عليه همومه وتضاعفت بحصار قريش له مع أصحابه في شعب أبي طالب ثم بوفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ووفاة عمه أبي طالب في عام واحدة فخديجة رضي الله عنها كانت خير ناصر ومعين له بعد الله تعالى وعمه كان يحوطه ويحميه ويحبه أشد الحب وضاعف من حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه مات كافرا فاستغلت قريش غياب أبي طالب فزادت من إيذائها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والتضيق عليه وكان عمه أبو لهب من أكثر الناس كراهية للدعوة وللنبي صلى الله عليه وسلم ومن أشدهم إيذاء له حتى إنه كان يلاحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في موسم الحج وفي الأسواق يرميه بالحجارة ويقول إنه صابء كذاب ويحذر الناس من اتباعه فضاقت مكة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم واشتد به الحال حتى فكر صلى الله عليه وسلم في أن يتخذ أسلوبا آخر في دعوته بتغيير المكان علّه أن يجد قبولا فاختار الخروج إلى الطائف التي كانت تمثل مركزا مهما لسادات قريش وأهلها حيث كانوا يملكون فيها الأراضي والدور وكانت راحة لهم في الصيف فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج إلى الطائف راجيا ومؤملا أن تكون أحسن حالا من مكة وأن يجد من أهل الطائف نصرة فخرج على أقدامه حتى لا تظن قريش أنه ينوي الخروج من مكة وكان في صحبته زيد وهو ابن الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها بالتبني قبل أن يحرم الله عز وجل التبني وكان زيد رضي الله عنه بمثابة الحامي والحارس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع السبل وأخذ بالحيطة والحذر أقبل على الطائف وكله أمل أن تكون أرض خير وإسلام لكن كانت المفاجأة فقد بدأ صلى الله عليه وسلم بسادات القوم الذين ينتهي إليهم الأمر فيهم فحدثهم عن الإسلام ودعاهم إلى الله فردوا عليه ردا قاسيا وقالوا له أخرج من بلادنا ولم يكتفوا بهذا الأمر بل أغروا به سفهاءهم وأطفالهم وعبيدهم فتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبونه ويشتمونه ويصيحون به ويرمونه بالحجارة فأصيب صلى الله عليه وسلم في قدميه الشريفتين حتى سالت منهما الدماء وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والتعب والألم ما جعله يسقط على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ولم يفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجبريل عليه السلام قائم عنده يخبره أن الله عز وجل بعث معه ملك الجبال برسالة يقول فيها يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان عظيمان يطلان على مكة من جهة الشرق فأتى الجواب من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بالعفو عنهم والأمل في الله عز وجل أن يخرج منهم من يؤمن بالله قال صلى الله عليه وسلم أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وفي ظل هذه الظروف الصعبة والمحن والابتلاءات المتلاحقة فيما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف وما سبقها من ابتلاءات وامتحانات من حصار ووفاة سندي النبي صلى الله عليه وسلم من البشر السند العاطفي والاجتماعي وفاة زوجته رضي الله عنها وعمه أبي طالب في ظل هذه المحن جاءت من الله عز وجل معجزة الإسراء والمعراج إيناسا له ومواساة وتثبيتا وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم لتكون هذه المعجزة منحة ربانية خالدة تمسح أحزان النبي صلى الله عليه وسلم ومتاعبه وتنقله إلى عالم أطهر وأرحب حيث الملائكة الكرام وجبريل عليه السلام والجنة وسدرة المنتهى وأجل من ذلك كله القرب من عرش الله عز وجل وتبدأ أحداث رحلة الإسراء عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في الحطيم وقيل في الحجر إذ آتاه ثلاثة من الملائكة الكرام بينهم جبريل وميكائل عليهما السلام فجعلوا جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لظهره مستقبلا الأرض وهو نائم ثم شقوا بطنه فغسلوا ما كان به من غل بماء زمزم ثم ملأوا قلبه صلى الله عليه وسلم إيمانا وحكمة ثم أركبه جبريل عليه السلام دابة يقال لها البراق وهي دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال صلى الله عليه وسلم فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله ما غشية غيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عن أمتي فحط عني خمسة فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسة قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فسله التخفيف قال صلى الله عليه وسلم فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال أي الله عز وجل يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه